السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم يا جماعة عاملين ايه? ربكم بخير. النهاردة بقى تعالوا نعمل مع بعض كده. نفرز بقى البامية. نسمي الله بقى ونبدأ. دي البامية بقى اللي انا كنت اجابها معاكم في روتين السوق. انا بقى امعتها. والبامية اللي هي حسيتها كبيرة شوية ايه امعتها واسمتها نصين. بس هي يعني الحمدلله اغلبيتها صغير يعني. عشان زي ما قلتلكم في الروتين بتاع السوق كده ان دول شوية انا اشترتهم على بعض يعني. خلاص دي بقى مية حطيتها على النار كده تغلي بعد ما غلت عصرت فيها لمونة كاملة وانزلت بالقشر معي. هنزل بقى بها بالبامية كده في قلب المية. الحركة دي بقى بتدي خضار حلوة اول البامية يا جماعة. وبيبقى حلوة اول تفرزة بالطريقة دي يعني. واجربوها ان شاء الله هتعجبكم. هسيب هنا بس بقى في المية كده ايه بتاع خمس سبع دقيقة كده لحد ما تبدأ بس تغلي مع بعض. مجرد بس ان هتقلي بقلبها هصفيها على طول. انا بس هسيبها كده. هي بقى البامية بتاعتنا هنا يعني بيبقى فاسل نت حمر كده مش كلها خاضرة يعني. بيبقى نصها احمر كده ونصها اغضر. بس بتبقى جميلة او فلاح يعني. انا بقى بصراحة ما خزنتش بامية السنة دي خالص. فشوية دول لقيتهم قدامي كده عجبوني. فقلت ايه? اما اوريكوا الطريقة وفي نفس الوقت اشيل كم كيس كده ينفعوني يبقوا معي في الفريزر يعني. ما تنسوش بقى تدعموني بقى باللايك والشير والاشتراك في القناة. تفعلوا زر الجرس عشان كل ما نزل للفيديو جديد يجي لكم اشعار. زي ما انتو شايفين بقى نصايبها على نار عالية. لحد بس ما تقلب. هي كده بدأت تغلي غلايان بسيطة زي ما انتو شايفين كده. حتى لونها ما شاء الله شايفين الخضر. وحركة اللامونة بقى ان كتواصروا اللامونة كاملة جماعة وتحطوا لايش? الحركة دي مهمة قوي ما تستغنوش عنها يعني. وتسيبوها بس لحد ما تقلب قلبة كده وهنكملها مع بعض واريكوا هنكملها ازاي? هي كمية مش كبيرة قوي يعني بس بصراحة دول شوية اللي انا لقيتهم قدامي في السوق وعرفت اجيبهم. بصراحة كنت اوزينهم بقى بالكيلو بس ايه بعد ما لقيتهم شوية حلوين كده. قلت للولية يعني وخدتهم كده على بعض. وتجايبهم حطة على بعض يا جماعة بتلاتين جنيه. وحطة حطيتهم على الميزان عند واحدة يعني لقيتهم اتنين كيلو غرب. هي حتى بدأت تغلى يعني عشان خلاص هتمشي وكده هتخلص بقى من السوق وبدأت تغلى شوية. فقلت ملحقة كده بقى بصراحة احنا بنحب البامية اوي في اكلها وان شاء الله هنبقى نطبخها مع بعض. البامية بتبقى جميلة اوي يا جماعة في اكلها ما بتتعمل توجين كده مش شرط بلحمة ولا بقى اي حاجة. بتبقى برضو جميلة اوي في اكلها. خلاص هي غلت معايا هي. دي بقى مية سقعة وحطة فيها مكعبات تلج. ضروري الحركة دي يا جماعة لازم تكون مية فيها مكعبات تلج. وتبدأ بقى تصفوا البامية من المية السخنة على المية من مكعبات تلج. التلج ده بقى يا جماعة بيخلي البامية يعني ايه السخنية تترد منها كده. عشان طول ما هي سخنة. لو صفتها في مية عادية هتفضل سخنة زي ما هي في قلب البامية هيستوي معانا. لا احنا عايزين بقى ايه نخلي البامية بقى البامية ما بيبقاش مستويه كده. فنحطها بقى نصفها في مية بتلج يعني. الحركة دي برضو مهمة قوي يا جماعة ما تستغنوش عنها. ما تعملوهاش بمية عادية من الحنفية. لازم مية بتلج عشان البامية تبرد معانا بسرعة من درجة السخنية بتاعة المية المغلية. وايه? قلبها ما يستويش معانا. خلاص بقى صفاة في المية المتلج كده. وسبوع ما فيش خمس ده ايه بس في المية المتلج اللي هي بس يعني ايه? ايه السخنية اللي دخل الجواها دي تروح منها. بحيث ان هي تسقع كده وتاخد السقعية بتاع التلج. كل سهولة كده هي خلاص يعتبر خلصة معانا ايه. زي ما انتو شايفين بقى ان شاء الله خضرها حلوة قوي. لو اكبر يعني وخلاص هو حتى زي ما انتو اخدين بالكو كده التلج ساح. وخلاص هي ايه السيئات معانا كده. درجة السخنية اللي فيها راحت. انا بس اديتها تقليبة مع التلج كده وهسيبها ما فيش خمس دقايق وهصفيها. خلاص بقى هبدأ بقى صفيها من المية المتلجة. خلاص بقى هو التلج ساح اصلا من المية اعتبر ايه? خلاص ما بقتش ساعة كده كده السخنية بتاع البمية. سياحة التلج بقى وبردت المية معانا. هنبدأ بقى نصفيها بقى بالشكل ده في مصفة كده مخرمة. مصفة سيلك بقى مصفة بلاستيك زي ما انتو شايفين. ده بقى اشر اللمونة هتخلص منه بقى ملهوش لازمة معانا تاني على كده. في ناس بقى بتسلقها وترجع ايه قبل ما تغزينها. تعصر عليها لمونة على الوش كده في الكياس. انا هي برضو الحركة دي حلوة بس انا بفضل بصراحة ان انا عصرها في المية. بتحافز قوي على خضار البمية. يعني تفضل البمية محتفزة بلونها كده وهي بتتسلق معانا على النار. وبعدين السليق يا جماعة زي ما قلتو لكم مستليق. يا دوك بس تقل بقلبة كده في المية السخنة وخلاص. مستهليق كامل يا جماعة عشان يعني ما تتراش معانا وتمزلق بعد كده في الاكل. مش هتبقى حلوة خالص. زي ما انتم شايفين بقى صافي كمية كلها كده في المصفى. وهسيبها برضو بتاع خمس دقايق عشر دقايق كده تصفي اي مية زيادة فيها. وبعدين بقى ايه نعب بقى في الكيس عادة ونحتفز بقى في الفريزر. جربوا الطريقة بقى يا جماعة ان شاء الله هتعجبكم. واكتبوا لي بقى في التعليقات لو جربتوا الطريقة يعني ايه رأيكم فيها? لو انت بقى لسه ما خزنتيش بامية يعني كده وفي بامية لسه على السوءة عندكم يعني ببلدكم. اهاتي برضو شوية كده وخزنيهم بينفاعوا برضو في اي وقت محترف الاكل ولا كده بتبقى موجودة وتطلع كيس تعمليه. مش شرط بلحمة. ممكن تطبخيها عادي خلاص وتحطيه في طاجن. وبيبقى حلوة اوي برضو معانا ايه. شايفين بقى ان شاء الله خضرها حلوة ازاي? هي البامية بقى بتاعتنا هنا يا جماعة بتبقى حمرة شوية كده فيها سلمة حمر بسيط كم. بسيب تبقى جميلة اوي في الاكل. خلاص بقى هي الصفت معانا اهي انا ستة عشر دقايق بالزبط كان في ايدي مصلحة كده عملتها وبعدين رجعت لها تاني. كانت الصفت بقى هبدأ بقى عبيها في كياس عبوها بقى كميات اللي انتم عايزينها يعني هما دول اتنين كيلو روبا يا جماعة. طبعا بقى انا معتها وشلت القشر منها يعني المهم ان عملتها على تلات كياس يعني. على قد تلات مرة تطبخها. انتم بقى هاتوا كميات اللي تعجبكم بقى واعملوها بنفس الطريقة وابدقوا فرزوها عادي. عبوها بقى في الكياس بالشكل ده كده. كل سهولة بقى ما بتاخدش معانا اي وقت يعني. وبتبقى جميلة اول معانا وبتفضل يا جماعة محتفزة بلونها في الفريزة ما بيجره لاش اي حاجة. بس البام يا جماعة ما تطلعوها تطبخوها يعني ما تطلعوها ما تسيبهاش تفك عشان ما تمزلقش ما ينفعش تسيبها تفك وبعد انتو اطبخوها. لأ اطلعوها كده وهي بتلجها. ادوها شاطفة بس تحت الحنفية تنزل التلج بتاعها وروحو تبخنها على طول. ما تسيبهاش تفك يا جماعة. اي اخدار متفرز ما ينفعش ان انتو اطلعوه تسيبه يفك بيطره. طبعا بيبقى ايه كل تلج بقى فبيطره. فبيبوز معاكم. لأ اي يقدر عودوا نفسكو كده اطلعو من الفريزر. يضبك شاطفة تحت الحنفية بسيطة كده. تروحو تبخين. خلاص بقى انا عملتها بالشكل ده. وبابدأ بقى اقفلها بالطرقة ده. عايزين تربطوا الكيس ماشي. عايزين زي ما انا بقى اعمل كده اطلعوا منه الهوى وتتنوه. برضو اللي يريحكم يعني وترسوها بقى فوق بعضها في الفريزر. تبقى جاهزة بقى معاكم في اي وقت. يارب بقى طريقة التفريز بتاع البامي النهاردة تعجبكم. وتنقول اعجابكم. ما تنسوهش بقى لو عجبتكم الطريقة. اعملول الاشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس. واعملوله اللايك كده واكتبولي تعليق حلو. واشوفكم بقى ان شاء الله في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.